سيدا من فرنسا كيف نطد ونتغلب على الأفكار السيئة في الصلاة جزاك الله خيرا أفكار خبيثة لا تأتيني إلا في صلاتي الشيطان حريص على الإنسان وهو ليس له طريق لإتعابه إلا بالوسوسة والإغراء ولكن نحن قبل الصلاة أولا نحسن الوضوء نحسن الوضوء إحسانا جيدا وقبل أن ندخل في الصلاة نكثر من ذكر الله عز وجل لو جلست المرأة قبل الصلاة وقرأت لها صفحتين من كلام الله عز وجل أو قرأت مثلا فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر سنة البقرة تقرأ بعض الآيات التي فيها تعلق بالله عز وجل نعم فثم بعد ذلك اتجهت إلى الصلاة وهي في سكينة إن شاء الله أنه ما يأتيه وقد ذكرت لكم قبل قليل قصة التابعي الذي قال تتصوروا أن الكعبة بين عينيك والجنة عن يمينك والنار عن يسارك والصراط تحت قدميك هذه كلها مما يعينك والتأمل والتذكر فيما تقول الحمد لله سبحان الله سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى شكرا للمشاهدة